شهدت الساعات الثماني والاربعين الماضية تصعيدا غير مسبوقا في الضاحية الجنوبية لبيروت حيث اعلن الجيش الاسرائيلي تنفيذ اكثر من ثلاثين غارة على مواقع لحزب الله في هذه المنطقة الغارات اسفرت عن سقوط عددا من المباني السكنية وذلك لاشتباه الجيش الاسرائيلي بوجود مخازن سلاح ومقارة تابعة لحزب الله تحتها هذا ما اظهرته على الاقل الغارتان اللتان استهدفتا الامينة العام السابق لحزب الله حسن نصر الله وخليفته المحتمل هاشم صفي الدين في شهر سبتمبر الماضي للضاحية الجنوبية اهمية خاصة بالنسبة لحزب الله حيث وكانت قبل الحرب هي المعقلة الرئيسية له اذ كانت تلك المنطقة الصغيرة البالغ حجمها ثمانية وعشرين كيلو مترا مربعا تضم مليون نسمة اغلبهم من الطائفة الشيعية من مؤيدي التنظيم الموالي لايران الذين نزحوا خلال العقود الماضية من الجنوب والبقاء تشرف الضاحية على الطريق البؤدي الى الجنوب وعلى طريق مطار رفيق الحرير الدولي الذي يقع في منطقة الاوزاع على تخوم الضاحية الجنوبية من ناحية الجنوب من اهم احياء الضاحية الجنوبية التي تتعرض لغارات وانذارات بالاخلاء هي حي السلم وتحويتة الغدير وبرج البراجني والغبيري بالاضافة الى حارة حريك التي كانت تضم المقرة الرئيسية لحزب الله قبل الحرب